بدأت الكتائب والسرايا المساندة بإعلان انضمامها بشكل رسمي إلى القوات المسلحة بعد أن توالت بعض الكتائب الأخرى مثل سرية الإسناد الأمني بإعلان انضمامها بشكل رسمي إلى القوات المسلحة بجهاز الاستخبارات العسكرية ونبدأ كل فتن التي تداولت في فترة الأخيرة من أحداث زجت بالمجلس الرئاسي بالتدخل في الأماكن التي تحت سيطرة القوات المسلحة ها هي سرية الشهيد مراجع العبيد أعلنت انضمامها بشكل رسمي إلى المؤسسة العسكرية وأن جيش يراحب بأي قوة تريد الانضمام له ومستعد لتدريب ودفع الحافز لمن يسلم أسلحته بشكل رسمي نحن منتسبو سرية الشهيد مراجع العبيد المقاتلة على الثوابت التالية أولا نحن مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر في العسر واليسر والمنشط والمكرى ثانيا أن جميع ما نملك من رجال وسلاح ثقيل ومتوسط وخفيف تحت إمرة وتوجيه القيادة العامة هي رسالة السامية من أبناء بنغازي الذين كانت بعض النفوس أن تتلاعب بهم من مغريات وأموال ومناصب سرية الشهيد مراجع العبيد التي قاتلت في أحدة محاور في مدينة بنغازي مثل الليث والهواري والقوارشة تضرب مثلا عن نبض الفتن وتعلن انضمام بشكل رسمي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة تحت كتبة 424 مشا لتكون المؤسسة العسكرية مستمرة في واجبها نحو بناء الدولة والابتعاد عن كل الخلافات